إذا نظرنا من بعيد إلى مراحل حياة هذه السيدة الجليلة نجد أنها عاشت في خمسة مراحل المرحلة الأولى من بعد الولادة في حضن فاطمة سلام الله عليها عند رسول الله في السنة الخامسة أو السادسة للهجرة النبوية الشريفة ولدت في المدينة المنورة كانت في كنف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي كنف أمها وأبيها وبعد هذه كانت في زمن النبي ثم بعد رحيل النبي كانت مع أمها والخطبة المعارفية التي ألقتها زينب سلام الله عليها في مسجد المدينة المنورة راويتها زينب يعني فاطمة ألقت تلك الخطبة بين المهاجرين والأنصار وهي خطبة معارفية بامتياز كأنها تنطق على لسان أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه نقلت إلينا ووصلت إلينا عبر زينب وهي لا تزال طفلة يعني تصور فتاة عمرها ست سنوات سبع سنوات تحضر هذا المجلس وتحفظ هذه الخطبة وتنقلها إلينا وهي من أروع الخطب بلاغة ومن أعظم الخطب معارفية حديث عن الإيمان بالله حديث عن النبوة حديث عن الرسالة حديث عن جميع الواجبات وما يسعد الإنسان في الحياة الدنيا ويفلحه يوم يقوم الناس لرب العالمين هذه المرحلة الأولى المرحلة الثانية كانت في كنف أمير المؤمنين سلام الله عليه وهنا ملاحظة لم أجد أحدا يتطرق إلى هذه الملاحظة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلتجع إلى الزهراء إلى ابنته فاطمة كلما ألمت به ملمة الروايات تقول لم يكن يخرج لسريع لقتال إلا وكان آخر من يلتقي بها هي فاطمة يعني ينتقل من بيت فاطمة إلى أداء الرسالة هنا وهناك وإلى الذهاب إلى ميادين القتال والمواجهة مع الأعداء وكان إذا عاد أول من يلتقي بها فاطمة هي الملجأ يعني تماما كما يتعامل الولد مع أمه ولقد عبر النبي عن ذلك بقوله فاطمة أم أبيها أم أبيها الولد بالنسبة إلى أم كيف أنت تشوفوا الآن إذا حتى رجال كبير تعرض لحادث عنيف أول ما يصرخ ينادي أمه الطفل ينادي أمه النبي يقول فاطمة أم أبيها فهي الملجأ بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي حضنها يشعر بالدفء والحنان الذي افتقده بافتقاده لأمه وهو الطفل الإمام علي مع زينب كالنبي مع فاطمة سلام الله على علي هذا الصنديد بطل الإسلام الخالد كان أيضا يلتجأ إلى زينب تجد أحيانا في كتب التاريخ أنه مثلا في ليلة ضربة ابن ملجم والتي انتهت إلى مقتل الإمام سلام الله عليه أين كان الإمام علي كان عند زينب وهو يعرف أنها هي هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله ده ينطلق إلى الموت ينطلق إلى الذهاب إلى رب العالمين والرحيل إلى الملكوت لكن ينتقل إلى هناك من بيت زينب فزينب بالنسبة إلى أمير المؤمنين أم أبيها كما كانت أمها فاطمة الزهراء أم أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المرحلة الثالثة حينما كانت مع الإمام الحسن وما جرى على الإمام الحسن ونحن نعرف أن الرجال عادة عدهم نوع من أنواع اللجوء إلى نسوانهم المرأة متكأ المرأة سند بالنسبة إلى الرجل ولكن الإمام الحسن افتقد ذلك لأن زوجته هي التي سمته يعني كانت عدوة له أية امرأة كانت الملجأ للإمام الحسن سلام الله عليه أخته زينب أما مع الإمام الحسين فالحديث معروف وطويل كيف أن الثورة أبي عبد الله الحسين قامت على كتف رجل وإمرأة الرجل هو الإمام الحسين والمرأة هي زينب لو كانت زينب رجلاً لكانت الحسين ولو كان الحسين وإمرأة لكان زينب هذا الثنائي الحسين وزينب مثل الثنائي فاطمة وعلي مثل خديجة ورسول الله مثل آدم وحواء مثل إبراهيم وهاجر مثل السيد المسيح وأمه العذراء مريم سلام الله عليها وبعد ذلك أيضاً هناك مرحلة في حياة السيدة زينب سلام الله عليها حيث أن جميع رايات الأنبياء التي حملها الإمام الحسين في يوم عاشراء جميع رايات الأنبياء جعلت على كتف السيدة زينب سلام الله عليها نحن أحياناً ننظر إلى جانب المأساة فيما تعرضت له عائلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مأساة لا مثيل له بالطبع حيث عمد الأعداء المنافقون الذين تظاهروا بمحبة النبي والإيمان بالنبي إلى ذبح بنيه وقتلهم وسحقهم ومنع الحديث عنهم واتهامهم بمختلف أنواع التهم لكن فيه جانب ثاني جانب البطولة زينب سلام الله عليها هذه البطلة التي في نظري قتلت مع كل شهيد كان يسقط على رمال كربلاء يعني كان أسهل عليها أن تقتل بينما هي ترى القتلى من أصحابها مجزرين على الأرض أن تقتل كان سهل تنتقل إلى رحمة ربها لكن هي تعيش مع كل شهيد وتشعر بآلامه وهي امرأة ثم بعد ذلك تحمل هذه الرايات وتحافظ على هذا الدين من أن يلعب به المنافقون اللاعبون الذين كانوا أولياء الشيطان فاطمة سلام الله عليها مع علي واستشهدت دفاعا عن علي عليها السلام وزينب سلام الله عليها حملت راية الحسين وهي راية آدم وإبراهيم وموسى ونوح وموسى وعيسى ورسول الله وعلي ولذلك نقول السلام عليك هي وارثة آدم صفوة الله هل كانت زينب أيضا وارثة آدم نعم هي أيضا وارثة آدم في فترة من الزمن هي التي حملت راية آدم في مقابل إبليس وراية هابيل في مقابل قابيل وراية نوح في مقابل المشركين وراية إبراهيم في مقابل النمرود وراية موسى في مقابل فرعون وراية عيسى في مقابل بني إسرائيل وراية رسول الله في مقابل القريش وراية علي في مقابل الناكتين والقاصطين والمارقين هي أيضا وارثة أولئك الأنبياء في فترة من الزمن كل هذه الرايات كانت على كتف زينب سلام الله عليها وكانت هي تنظر إلى جانب آخر غير ما ننظر نحن إليه وهو جانب المأساة انظروا حينما يقول الطاغية لها كيف رأيت صنع الله بك تقول ما رأيت إلا جميلا من الله ما رأت إلا الجميل مع قطع النظر عما حدث لها ولأخيها ولأخوتها